اشتركوا في القناة في ظل توجيهات حظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أنه عقد مع معالي السيد مولود جاوش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية اجتماعا ثنائيا تم خلاله بحث مسار علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين حيث تم التأكيد على الرغبة المشتركة في توطيد تلك العلاقات وتنمية التعاون الثنائي في كافة المجالات وأشار إلى أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار والتنمية ومصالح وحياة شعوب المنطقة والتأكيد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي من جانبه أعرب معالي وزير خارجية الجمهورية التركية عن تهني لمملكة البحرين بمناسبة توليها رئاسة الدورة القادمة لحوار التعاون الأسيوي متمنيا لوزارة الخارجية التوفيق والسداد في دعم جهود هذه المنظمة الأسيوية